بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي التجاري في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة على شاشتكم المفضلة شاشة مصر التعليمية مع مادة الإحصاء معكم مستر فاتح عبد الكريم وإن شاء الله حلقة تكون مميزة أتمنى من ربنا أن نقربكم فيها من النجاح بخطوات النهاردة هنراجع على تقريبا جزء كبير جدا من المنهج هنعتبرها مراجعة عامة هنبتدي بموضوع مهم جدا وشايق جدا ودايما موضوع امتحانات اللي هو موضوع الاحتمالات وكمان معانا موضوع التوزيع الطبيعي ومعانا موضوعات تانية عايزين نأكد عليها جدا ولكن أهم موضوعين عندنا النهاردة هو الاحتمالات والتوزيع الطبيعي في حلقتنا النهاردة هنراجع على الأسئلة الهمة اللي وردت فيه امتحانات سابقة قبل كده وإن شاء الله تكون متوقعة لعام 2021 وتكون سنة سعيدة عليكم جميعا وتحققوا كل أحلامكم وتجيبوا النمر اللي أنتوا عاوزينها نبدأ بسم الله حلقتنا ونقول أول حاجة ممكن يجيني أسئلة نظري زي كلمة عرف عرف الاحتمال عرف الحدث عرف فضاء العينة عندي بعض التعريفات المهمة جدا اللي عايزين نتعامل معها بيقول لي عرف كل منه الاحتمال وكمان الحدث والحدث المؤكد طيب أنا عندي الاحتمال ده أول حاجة إيه هو الاحتمال الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث بالنسبة للمجموعة الشاملة أو المجموعة الكلية يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي مئة طالب في مدرسة المئة طالب دول نجح منهم 98 يبقى هنا نسبة النجاح قلت لي 98 من المية يبقى 98 من 100 أو 98 في المية يبقى الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية المجموعة الكلية اللي هي المدرسة كلها كانوا مئة طالب نسبة تحقق الحدث نسبة الناس أو عدد الناس اللي نجحت كان 98 يبقى هنا 98 على كام؟ على 100 يبقى 98 على 100 أو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية عندي كمان تاني تعريف إيه هو الحدث الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة يبقى جزء من فضاء العينة ده اسمه حدث لما ترمي ظهرة النارد على سطحة أملس وتلاحظ الوجه العلوي ظهرة النارد اللي هي حجر الطاولة اللي حضراتك لعبتي بيسلم والتعبان زمان الحجر الجميل ده بنرمي ظهرة النارد دي بيطلع معاك يا إما 1 يا إما 2 يا إما 3 يا إما 4 يا إما 5 يا إما 6 لأنه مكعب مرقم بالأرقام من 1 ل 6 لو أنا قلت لك أنا عاوز حدث الحصول على عدد فردي قلت لك العدد الفردي اللي موجودة في ظهرة النارد الواحد والتلاتة والخمسة يبقى ده حدث تب الحدث ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزء من الفضاء كله لأن الفضاء كان واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة يبقى أول حاجة قلناها تعريف الاحتمال لنسبة التحقق الحدث بالنسبة لمجموعة الشاملة أو الكلية وبالمناسبة من خصائص الاحتمال أنه كسر موجب من خصائص الاحتمال أنه كسر موجب يتراوح بين الصفر والواحد الصحيح إذا كان ناتج الاحتمال صفر يبقى ده حدث مستحيل يبقى ده حدث إيه؟ مستحيل زي أن نقول ظهور الشمس ليلا ده حدث مستحيل يبقى الاحتمال بتاعها بيساوي صفر إذا كان ناتج الاحتمال بين الصفر والواحد بنقول إن ده حدث ممكن يعني إن شاء الله إن حضرتك تنجح في الامتحان طبعا ده حدث ممكن أكيد إن شاء الله وبإذن الله حدث مؤكد كمان طيب إذا كان ناتج الاحتمال مية في المية أو واحد صحيح ما مية على مية تساوي واحد صحيح تقولي ده حدث مؤكد يبقى إحنا كده عرفنا إن خصائص الاحتمال إنه كسر موجب دايما الاحتمال يكون موجب ما عنديش احتمال سالب أبدا وبيتراوح بين الصفر والواحد الصحيح أما تعريف الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية يبقى أنا فيه فرق من التعريف والخصائص التعريف الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية وبعدين الخصائص قلنا كسر موجب ما تراوح بين الصفر والواحد الايه؟ الصحيح طيب قد بالك معاي عايزين نقول إيه هو الحدث مرة تانية؟ الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة طيب عندي أنواع يعني فيه بعض الأنواع الأحداث زي الحدث المستحيل والحدث المؤكد والكلام ده الحدث المستحيل عبارة عن إيه؟ هو حدث لا توجد له عناصر في فضاء العينة مش ممكن يحصل زي أني لو رامت ظهرة النارد تقول لي أنا عايز الرقم سبعة أقولك مش ممكن أجيب سبعة منين ده المكعب نفسه مرقم من واحد لستة يبقى استحالة يظهر معك رقم سبعة ده خالص استحالة يظهر معك رقم تمانية يبقى استحالة يكون فيه رقم أكبر من الستة يبقى ده اسمه حدث مستحيل هو الحدث الذي يستحيل ظهوره أي أنه ليس له عناصر في فضاء العينة ده اسمه حدث إيه؟ مستحيل فيه حاجة تانية اسمها حدث مؤكد يعني يا حدث مؤكد يا مستر حدث مؤكد يعني ده هو ده هيحصل بنسبة 100% مش هيحصل غيره لما أقولك الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تسوي عناصر فضاء العينة يعني لما أجي أقولك هارمي ظهرة نارد وعايز رقم 6 فأقل 6 فأقل تقولي تب ما فعلا مش هيطلع غير 6 فأقل هيطلع 6 أو 5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1 يبقى ده اسمه حدث إيه؟ مؤكد برافو عليك عايز رقم فردي أو زوجي تب ما هو حدث مؤكد ما هو طبيعي أن الستة أرقام اللي عندي فيهم الفردي وفيهم الزوج يبقى ده اسمه حدث مؤكد يبقى إيه هو الحدث المؤكد؟ معايا يا شباب ويا بناك قالوا الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة كلها كل العناصر اللي موجودة في هذا الحدث هي هي اللي موجودة في فضاء العينة يبقى إحنا كده عرفنا تعريف الاحتمال عرفنا تعريف الحدث عرفنا تعريف الحدث المؤكد عندي سؤال بقى كمان جميل جدا النهاردة إحنا بنراجع فمش هنمشي بترتيب معين إحنا هنشتغل بالأسئلة اللي جات لنا في امتحانات سابقة بيقولي أكمل ما يلي احتمال ألف بيساوي واحد ناقص نقط هو أنا عندي أي احتمال بيساوي واحد ناقص اللي احتمال المتمم لي يبقى أنا هنا لما أجي حل أقوله احتمال ألف بيساوي إيه أقوله بيساوي واحد ناقص احتمال ألف شرطة ناقص احتمال ألف شرطة يبقى هنا احتمال ألف بيساوي واحد ناقص احتمال ألف شرطة وبالمثل لو قال لي احتمال ألف شرطة أقوله بيساوي واحد مؤس احتمال ألف يبقى لو هو مديني الشرطة برا أحط جوه من غير شرط لو مش مديني الشرطة برا أحط الشرطة جوه يبقى دايما الحدث والحدث المتمم ليه مجموعهم واحد صحيح يعني لما كلمك أن حه ألف زائد حه ألف شرطة تقول لي يا مستر بواحد صحيح على طول حه به زائد حه به شرطة تقول لي بواحد صحيح على طول يبقى دايما الحدث والحدث المتمم مجموعهم واحد صحيح عندي سؤال تاني بيقول لي إذا كان احتمال ألف فرق به خلي بالك احتمال ألف فرق به مين اللي جي الأول؟ سمعكوا أنت بتقولي الألف اللي جاتي الأول وإحنا واغدين قعدة بتقولينا أن أي فرق في الدنيا أي فرق في الحياة بيساوي الأول نقص التقاطع أيوة بس هنا يا مصطر في مسألتنا بيقول لي إذا كان احتمال ألف فرق به بيساوي احتمال ألف وما جاب ليش تقاطع قل له برافو عليك ده سؤال جميل جدا وانت طالب فاهم وشاطر انك خدت بالك انه ما جابش تقاطع ليه؟ لان دي تعتبر احداث متنافية والاحداث المتنافية لا تتقاطع الاحداث المتنافية لا تتقاطع لان من تعريف الاحداث المتنافية انها ايه؟ احداث لا يمكن وقوعها معا اذا وقع احدها يمنع ظهور الاخر الاحداث المتنافية اذا وقع احدها يمنع ظهور الاخر طيب زي ايه زي الصورة والكتابة لو انا رميت زهرة النار لو رميت قطعة نقود كده طلعت من جيبك عملة معدنية جنيه مثلا وهترمي الجنيه هيطلع يا صورة يا كتاب برفع عليك قلت لك ايوة يا مستر بس لو طلقت صورة هتلاقي الكتابة تحت مش بينها يبقى ظهور الصورة يمنع ظهور الكتابة واذا ظهرت كتابة تمنع ظهور الصورة يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان الاحداث المتنافية هي احداث نوع ظهور الآخر لذلك لا يمكن ظهورهما معنى يعني معنى ذلك ان ليس لها تقاطع علشان كده لما يقول احتمال الف فرق به بيسوي احتمال الاول فقط اللي هو الف اقول له دي احداث متنافية طيب اذا كانت احداث غير متنافية اقول له يبقى احتمال الف فرق به بيسوي احتمال الف مقص احتمال التقاطع يبقى احنا كده عرفنا نتفرق بين الاحداث المتنافية والاحداث غير المتنافية في الأحداث المتنافية الفرق هو الأول فقط يعني كمان لو جاي يقول لي احتمال به فرق ألف يساوي إيه يقول له لو هي متنافية يبقى به فقط لو غير متنافية يبقى به ناقص التقطع يبقى فيه فرق بين الحدث المتنافي والحدث الغير متنافي هنرجع تاني السؤال بتاعنا بيقول لي إذا كان احتمال ألف فرق به إذا كان احتمال ألف فرق به بيساوي احتمال ألف فقط فإن الألف هو بقى أحداث إيه على طول على طول سمع الناس كلها بتقول لي دي أحداث متنافية يا مصدر لأن مفيش تقاطع برافو عليك طبعا وخدت النمرة كاملة عندي كمان سؤال جميل جدا جدا بيقول لي في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة إيه هو حجر النرد برافو عليك قلت لي المكعب اللي بنلعب بالسل المتعبان أو ظهرة الطاولة اللي هو مرقم بالأرقام من واحد لستة أول ما يقولي في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة لازم أكون شاطر وعارف فضاء العينة أنا هاتكت واسيب كنت اللي تقولي فضاء العينة يلا مع بعض الفيه بتساوي نفتح قص مجموعة ونقول واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة برافو عليك يبقى أنا كده عندي جبت فضاء العينة لتجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة قلت لك إيه قلت لي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة الأول إيه يا العدد الأولية عشان فيه بعض الطلبة طلبوا مننا نحن نوضح تعريف العدد الأولي أو مهية العدد الأولي بقولك إن العدد الأولي ده هو عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه والواحد الصحيح وخلي بالك ولغم يكون ليه عاملين من العوامل ماينفعش يكون ليه عامل واحد إزاي مصر دي هزاك قلت أولي يعني لا يقبل القسمة إلا على نفسه والواحد الصحيح زي إيه زي أقولك الاثنين الاثنين دي عدد اولي تعال نشوف الاثنين دي بتقبل الاسم على الاثنين وعا الواحد بس ليه كم عامل عاملين يبقى احنا اتفقنا ان الاثنين من الاعداد الاولية وليه عاملين يبقى هنا الاثنين عدد اولي طيب التلاتة فعلا التلاتة ما بتقبلش الاسم الا على التلاتة وعلى الواحد الصحيح يبقى اتفقنا ان العدد الاولي هو العدد الذي لا يقبل الاسم الا على نفسه وعلى الواحد الصحيح وعلشان اقتصلك القصة دي في ظهرة النارد عندي الأعداد الأولية في فضائل عينة بتاع ظهرة النارد مرة واحدة هي الاثنين والثلاثة والخمسة بس أنا سامع طالب شاطر بس اتلخبط في حتة بيقول لي يا مستر الواحد انت ماخدتوش ليه قلت له ناخد واحد ليه قال لي عشان هو بيقبل على نفسه وعلى الواحد قلت لك ما هو نفسه هي الواحد ومن شروط العدد الأولي ان يكون لي كم عامل عاملين الواحد ده عبارة عن واحد في واحد هو عامل واحد ما ينفعش عدد أولي أما الاثنين واحد في اثنين التلاتة واحد في تلاتة الخمسة واحد في خمسة يبقى هنا الواحد ليس عدداً أولياً أما الأعداد الأولية اللي عندي الاثنين والثلاثة والخمسة ضرفوا عليه يبقى انت جبت الحدث حدث ظهور عدد أولي الاثنين والثلاثة والخمسة ممكن تعدهم كده قلت له أنا هفتح القوس وقلت 2 و 3 و 5 دول 3 أرقام دول كام؟ 3 أرقام تبعد فضاء العينة كله التوتل بتاع فضاء العينة قلتلي فضاء العينة كام؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 دول 6 أرقام يبقى الاحتمال هو الممكن على الكلية يبقى الثلاثة اللي حضرت جبتهم على الستة اللي هم في فضاء العينة يبقى الاحتمال بيسوي 3 على 6 يعني نص طيب لو طالب كمان حدث ظهور عدد زوجي يبقى كده طالب مطلوبين في التمرين حدث ظهور عدد أولي وحدث ظهور عدد زوجي احنا اتفقنا ان عدد أولي عبارة عن ايه؟ 2 و 3 و 5 خلاص قلنا ده الاحتمال بتاعه 3 على كام؟ على 6 أما الحدث صاد ظهور عدد ايه؟ زوجي في العدد الزوجي يا جماعة ايه هي؟ قلتلي ال 2 وال 4 وال 6 برفع ليك؟ هو العدد الزوجي وكل عدد يقبل قسمة على 2 يبقى العدد الزوجي 2 و 4 و 6 كام عنصر في الحدث ده؟ قلتلي 3 عناصر طيب كام عنصر في فضاء العينة؟ قلتلي 6 عناصر يبقى 3 على 6 عندي كمان تمرين من التمرين السهلة جدا 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 بيقول لي أكمل الحدث نقط هو الحدث الذي عناصره هي نفس عناصر فضاء العينة لسه حلناها في أول الحلقة اللي هو الحدث ايه؟ الحدث المؤكد كمان عندي سؤال جميل جدا 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 ولا يعتمد على الحفظ اطلاقا معينه نظري بيقول لي عدد عناصر فضاء العينة من القاء قطعة نقود 3 مرات عدد عناصر فضاء العينة من القاء قطعة نقود 3 مرات هو حضرتك قطعة النقود فيها كم عنصر فيها الصورة والكتابة انت بي 2 وانت عايز ترميه كم مرة؟ 3 على طول بدل ما تعمل فضاء العينة وتكتبت بالـ 8 أقواف تقولي 2 قص 3 يبقى 2 قص 3 يبقى تطلع 8 على طول يبقى كده الإجابة بتاعتنا بيقول لي أن الحدث المؤكد طبعا والحدث الذي عناصره هي نفس عناصر فضاء العينة وعدد عناصر فضاء العينة النتج من القاء قطعة نقود 3 مرات 8 أفكرك تاني لما تيجي تقولي عندي التجارب اللي عندك في المنهج في منهج الإحصاء بتقولي إيه؟ بقولك أن عندك تجربة القاء قطعة نقود مرتين تجربة القاء قطعة نقود الأول مرة واحدة يبقى 2 قص 1 ب2 اللي هي الصورة والكتاب عدد عناصر فضاء العينة في تجربة القاء قطعة نقود مرة واحدة قلتلي اتنين قص واحد بيساوي اتنين طيب عدد عناصر فضاء العينة في تجربة إلقاء قطعة نقود مرتين يبقى اتنين قص اتنين طيب الاتنين اللي تحت جات منين يا مستر الصورة والكتابة برفو عليك يبقى اتنين قص اتنين باربعة يبقى عدد عناصر فضاء العينة في تجربة إلقاء قطعة نقود مرتين اتنين قص اتنين بتساوي اربعة ولسه واخدين التالتة عدد عناصر فضاء العينة في تجربة إلقاء قطعة نقود تلات مرات قلنا اتنين قص ثلاثة فيها التمانية طب عندي ظهرة النرد ظهرة النرد لو رميتها مرة واحدة قلتلي هي عدد العناصر ستة وانت هتقول قص واحد تبقى بستة طب لو رميتها مرتين هتقول لي عدد العناصر ستة وحظيتك عاوز ترمي لميتين يبقى ستة قص اتنين بستة وتلاتين على طول السؤال ده من الأسئلة اللي فيها زكاء وفيها حتى زكاءك ممكن يختصر معاك الوقت طالب تاني عمل فضاء العينة بتاع قطعة ظهرة نرد مرتين وقعد يكتب في الامتحان ستة وتلاتين عنصر علشان يعرف يعدهم انما طالب شاطر قال لي لا يا مستر ستة قص اتنين بالقالة ستة وتلاتين ما خدتش معاه ثانية وقدر يوفر باقي وقت الامتحان للأسئلة اللي عنده طيب عندي كمان سؤال سهل وجميل جدا جدا بيقول لي إذا كان احتمال بيع السلعة ألف باربعة من عشرة خد بالك السلعة ألف احتمالها أو احتمال بيعها باربعة من عشرة وكان احتمال بيع السلعة به بستة من عشرة يبقى أنا عندي سلعتين ألف وبه معرض للأدوات الكهربائية بيبيع غسلات وتلاجات لو افترضنا للغسلة ألف باربعة من عشرة واحتمال بيع التلاجة به ستة من عشر طيب احتمال بيع السلعتين معن أنا عايز أقف معك هنا كويس قوي معن دي يعني تقاطع كلمة معن دي يعني تقاطع كلمة معن أو كلمة وا كلمة معن أو كلمة وا تشوف كلمة معن تشوف كلمة وا في مسألة كلامية تعرف إن إحنا نقصد بها إيه؟ التقاطع يبقى دايماً كلمة معن أو كلمة وا معناها تقاطع طيب بيجيني يا مصدر كلمة أو طيب برفو عليك كلمة أو دي اللي هي الاتحاد كلمة أو أو كلمة على الأقل معناها الاتحاد كلمة أو أو كلمة على الأقل معناها الاتحاد والاتحاد اللي هو كله الاتحاد اللي هو إيه؟ كله الحدث ألف أو الحدث بيه اللي هي الاتحاد يبقى دايماً مع بعض نركز كتير كتير احتمال بيع الحدثين معن أو احتمال بيع الحدث ألف والحدث به خلي بالك احتمال بيع السرعة ألف والسرعة به حضرتك قلت الاتنين وبينهم كلمة و كلمة و و يعني ايه تاني تقاطع كلمة و يعني تقاطع اما كلمة أو دي اللي هي الاتحاد اللي هي حرف اليو يبقى احنا اتفقنا كلمة معن أو كلمة و تقاطع كلمة أو أو كلمة على الأقل اتحاد نرجع تاني بقى نشوف مسألتنا بعد ما فصرنا الكلمة دي مع بعض إذا كان احتمال بيع السلعة ألف بيساوى 4 من 10 وكان احتمال بيع السلعة به 6 من 10 واحتمال بيع السلعتين معن سامعك وانت بتقول لي بصوت عالي خلاص دي معن دي تتقاطعوا بـ 3 من 10 يبقى أنا كده فصرت مسألتي قلت احتمال ألف بـ 4 من 10 احتمال به بـ 6 من 10 احتمال بيع السلعتين معا بتلاتة من عشرة احسب احتمال بيع السلعة ألف أو به حد خد باله من كلمة أو بربع لكم شطار طبعا انك قلت لي دي كلمة أو اللي هي اتحاد زي ما احنا لسه قيلين طيب عايزين نفتكر مع بعض قانون الاتحاد هو مطلوب واحد اللي في التمرين معاك عاوز افتكر مع بعض قانون الاتحاد احتمال ألف اتحاد به بيساوي ايه هقولك انا مع بعض على طول دايما في الاتحاد تقوله الاول زائد التاني ناقص عكس اللي انت طلبه في الاتحاد بنقول ايه تاني الاول زائد التاني ناقص عكس اللي انت طلبه مش فاهم يا مستر يعني اقول لحضرتك كده انا عايز الاتحاد اقوله الاول ألف زائد التاني به جوه هنا في المطلوب كانت يو الاتحاد يو اخليها لو انا ان يبقى الالف زائد البه ناقص التقطع يبقى قانون الاتحاد بيقول ايه تاني احتمال ألف زائد احتمال به ناقص احتمال ألف تقاطع به نقولها تاني مع بعض يلا اللي مجهز ورقته والقلم بتاعه بيقول لي احتمال ألف اتحاد به بيساوي الأول زائد الثاني وخلي اليو تبقى إن يبقى ألف اتحاد به بيساوي احتمال ألف زائد احتمال به ناقص احتمال ألف تقاطع به الإحصى مادة سهلة وجميلة ودايما قوانينك لو أنت اشتغلت على نفسك كتير فيها القانون هيحضر معك لو وحده لأن انت اشتغلت ومارست الحل بأديك نقول تاني احتمال ألف اتحاد به بيساوي احتمال ألف زائد احتمال به ناقص احتمال ألف تقاطع به تبقى جيب الكلام ده منين يا مستر لو أنت خلاص عرفت العلاقة اللي هتستخدمها وعرفت القانون اللي هتستخدمه بقت العملية سهلة معاك لأن حضرتك خلاص هتاخد كوب بست من التمرين أو هتنقل من التمرين تحط معطياتك هيقوم بالآلة الحزبة هيطلع معاك الناتج الجميل أول حاجة حضرتك قلتلي احتمال ألف اتحاد به بيساوي ايه ألف زائد به ناقص التقاطع طيب تعالوا نشيل ألف ونحط كمتها من التمرين برفع ليه كانت باربعة من عشرة طيب لو عايز أشيل به وحط كمتها قلتلي ستة من عشرة طيب التقاطع ده ما كانش مديني التقاطع لا يا راجل كان مديك تقاطع وقالك كلمة معن يبقى هنا كلمة معن هي كانت التقاطع يبقى ثلاثة من عشرة يلا جاهز قالتك علشان الناس كتير بتتلخبط في موضوع الآلة عايزين لمشيها واحدة واحدة أنا عايز أكتب أربعة من عشرة زائد ستة من عشرة ثلاثة من عشرة على الآلة يلا مسكت الآلة بتاعتك قول معايا دوس علامة الأول علامة أربعة برضو عليك زائد العلامة عندك تحت قلص في الشمال نقطة في الآلة اللي هي النقطة اللي تحت قلص في الشمال تاني زرار من الشمال من تحت هتقول لي علامة أربعة زائد علامة ستة يبقى بوينت فور بلس بوينت سكس يبقى هنا علامة أربعة زائد علامة ستة ناقص علامة تلاتة تقدر دلوقتي الدوس يساوي يطلع معاك علامة سبعة يبقى الاتحاد ألف زائد به ناقص التقاطع طلع معاك بسبعة من عشرة مسألة سهلة جميلة جدا 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 عندي كمان بعض التمرين اللي هي بقى يعني تمرين محتاج زكاء وعايز طالب ما تعودش على شيء معين أو حفظ بطريقة معينة لأن من ضمن اتفاقاتنا مع بعض أن الإحصى مادة فهم وتحليل وإدراك ما ينفعش أحفظ حاجة وهي دي اللي هتجيني لا أنا بخاطب عقلك الإحصى مادة تحليل ومادة فهم وعايز حضرتك تبقى شاطر وتفهم ما تحفظ في مسألة جات لي بتقولي إذا كانت فيه بتساوي واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة ممكن طالب يقولي يا مستر حضرتك نسيت الستة أقولك هو أنا قلتلك إن الفيه ده فيه لظهرة نار دي مرة واحدة قلتلي لأ ما حصلش أقولك إذن ممكن يكون فضاء العينة اللي عندي ده يكون لبسكت ثبت موجود فيه كرات مرقمة من واحد لخمسة يعني دايما نحن كده في البيت لو عايزين نلعب مع إخواتنا الصغيرين ممكن نجيب خمس كرات نقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ورحتوا حطيتهم في بسكت كده وقلنا نسحب واحدة من البسكت هو كده البسكت ده فيه كامل قلتلي فيه خمسة يبقى ليه حضرتك مش مقتنع إن فضاء العينة ممكن يكون فيه خمسة آه فيه فضاء عينة فيه ستة زي ظهرة النارد واحد واثنين وتلاتة اربعة وخمسة وستة برافع عليك بس أنا مش عايزة قيد نفسي وأحفظ إن الفيه من واحد لستة ممكن يقول لي صندوق به قرات مرقمة من واحد لسبعة إذن الفيه هتساوي واحد واثنين وتلاتة اربعة وخمسة وستة وسبعة لو مرقمة من واحد لتسعة يبقى الفيه واحد واثنين وتلاتة اربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة الموضوع معك ما هواش حفظ بطريقة معينة لذلك لما جات للتمرين دي هتلاقي ناس كتير قوي عشان حلت ظهرة النارد كتير فدايما هيقسم على ستة في التمرين اللي معاني أقولك لأ قد بالك من قراءة التمرين كويس لإن إحنا معانا قاعدة من أول السنة بنقولها على شاشة مصر التعليمية قراءة السؤال كويس بيقربك بنسبة خمسين في المئة من الحل ليه؟ انت قراءة كويس فعرفت أنا همشي في أنهي اتجاه هستخدم أنهي علاقة هكتب إزاي؟ يبقى قراءة التمرين بهدوء وبتركيز ودايما في الامتحان بناش استعجال وقتك معاك وإن شاء الله كل سؤال ليه وقته والدنيا جميلة مع حضرتك اهدى بس كده كويس وقرأ السؤال بيته معهم وشوف هو عايز إيه وبتدي حدد هدفك والعلاقة اللي هتشتغل بيها إن شاء الله هتجيب النمرة إنها إيه؟ لذلك أنا عايزك تقرأ معايا التمرين ده كويس وناخد بالنا من التركة اللي فيه بيقول لي إذا كانت فيه بيساوي واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة عدد عناصر فيه هنا كان برفع عليك وشطار خلاص بينا شطار ومتمكنين في الجزئية دي قلت لي عدد عناصر فيه بتساوي خمسة احسب احتمال ظهور عدد فردي بص كده في الأرقام دي كم عدد فردي مع حضرتك قلت لي الواحد والتلاتة والخمسة يعني عددهم كام؟ تلاتة على كام بقى؟ سامع طالب بيقول لي على برفع عليك على خمسة وليست على ستة ما ينفعش أقسم على الستة هنا فعلى طول أقول له الإجابة بتاعتي الفيه بتساوي واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة حدث ظهور عدد فردي كان واحد وثلاتة وخمسة دول تلات عناصر إذن احتمال ظهور عدد فردي بيساوي تلاتة على خمسة يعني ستة من عشرة طيب لو طلب احتمال ظهور عدد زوجي زوجي اتنين واربعة سامع طالب بيقول لي وستة أقول له يا الراجل ارجع للفيه بتاعتك تاني اتنين واربعة بس لأنه ما عندكش ستة برافو عليك يبقى كده أنا خدت بالي أنه ممكن كان يغلطني في التمرين بأنه هو يديني حاجة مش متوقعة ولكن دلوقتي لما عملناها مع بعض دلوقتي حالة ونشرحناه بقت حاجة سهلة وان شاء الله تبقى جميلة معاك وتفهمها بصورة سهلة قلت حدث ظهور عدد زوجي قلتل الاعداد الزوجية اللي موجودة في فضاء العينة اللي معانا اتنين واربعة يبقى الاحتمال قلتلي اتنين على خمسة لأنهم عنصرين من أصل خمس عناصر يعني أربعة من عشرة طيب عندي كمان سؤال بيقول لي اذا كانت فهبة تساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة خد بالك هنا بقى ادالك الفهبة كام لحد ستة برضو عليك اوجد احتمال او مبدئيا ولازم تعرف القاعدة دي في حياتك كلها ان ما فيش في الاعداد الزوجية ولا عدد اولي غير الاتنين الاعداد الزوجية اللي في الدنيا كلها ما فيهاش عدد اولي واحد غير الاتنين يبقى العدد الزوجي والاولي هو الاتنين يبقى اذا احتمال ظهور عدد زوجي واولي اللي هو الكام اللي هو الاتنين يبقى هنا الاحتمال هيساوي عنصر واحد من أصل ستة عناصر يبقى واحد على ستة طيب عندي كمان تمرين جميل جدا وبيقيس فهم الشطار اللي معانا بيقول لي مدرسة تجارية مشتركة فيها ولاد وفيها بنات في الصف الثالث كان متين وخمسين طالب عندي متين وخمسين طالب سنة تالتة منهم مية زكور لما اقولك سنة تالتة عندنا متين وخمسين منهم مية طالب زكر يبقى فاضل قد ايه كام بنت او كام انسة قلتلي يا مستر ما هم متين وخمسين لما نشين منهم مية يبقى فاضل مية وخمسين يبقى هنا عدد الزكور مية إذن أنت قدرت تحسب عدد الإناس 250 ناقص 100 يبقى 150 تم اختيار طالب بطريقة عشوائية احسب احتمال أن يكون هذا الطالب من الإناس عملنا اختيار طالب وعايزين نشوف احتمال اختيار هذا الطالب أن يكون من الإناس عدد الإناس قلنا كام؟ قلت لي 150 على عدد السنة تالتة كلها قلت لي 250 يبقى إذن 150 على 250 يطلع 6 من 10 إذن أنت قدرت تحصل على احتمال اختيار طالب من الإناس وأقدر كمان أجيب احتمال اختيار طالب من الزكور عدد الزكور على عدد المدرسة 100 على 250 يطلع 4 من 10 طيب عندي كمان سؤال مهم جدا على موضوع أكمل برضو في الاحتمالات بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كان احتمال ألف شرطة تقاطع به شرطة أو يحسب أو أكمل احتمال ألف شرطة تقاطع به شرطة بيساوي واحد ناقص إيه؟ دايما عايزين نتفق مع بعض الشرطة على واحدة ولا على الاتنين؟ عايزك تبص معانا كويس على الشاشة الشرطة على الألف بس ولا على البيه بس ولا على الاتنين؟ سامع ناس شطار بيقول لي يا مستر دا الشرطة على الاتنين يبقى واحد ناقص واحد ناقص والإن تتقلي بيو يبقى واحد ناقص الاتحاد بص كده معانا إيه اللي هيحصل؟ حضرتك هتقول لي واحد ناقص ألف اتحاد به يبقى تمام؟ نرجع تاني لموضوعنا احتمال ألف شرطة تقاطع به شرطة لو الشرطة على الاتنين حط واحد ناقص وهات المتمم اللي هي الاتحاد خلاص؟ تعال بقى معايا كمان في تمرين من التمرين السهلة البسيطة جدا جدا صندوق به بطاقات مرقمة من واحد لخمسة لسه عاملينه وقلنا الفيهة تكون بتساوي فيه بتساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة احتمال زهور عدد زوجي اللي هو اتنين واربعة وبعدين لما جح اللي هو الاتنين اللي هم العددين اللي هو الاتنين واربعة على أصل الفاضة كله خمسة يطلع أربعة من عشرة حان ثمانين كتير جدا النهاردة ان شاء الله ربنا يكرمنا ونخلصها إذا كان احتمال بيع السلعة ألف بيساوي سبعة من عشرة إذا كان احتمال بيع السلعة ألف بيساوي سبعة من عشرة واحتمال بيع السلعة به خمسة من عشرة اخد بالك احتمال بيع ألف بسبعة من عشرة واحتمال بيع به بخمسة من عشرة واحتمال بيع السلعتين معاً فين الشطار اللي كانوا تابعيننا من أول الحلقة وقالوا لي كلمة معاً معناها سمعك سمعك وانت بتقول لي تقاطع برفع ليك يبقى احتمال ألف بسبعة احتمال بخمسة احتمال التقاطع بثلاثة دي المعطيات اللي في التمريم معايا شوف بقى هو طالب منك ايه احتمال بيع السلعة ألف أو خد بالك من كلمة أو يعني هنا لما يطلب منك احتمال بيع السلعة ألف أو او اهتمال بيع السلعة ايه الف او اهه كلمة او معناها اتحاد اما كلمة معن معن اهه اللي هي كانت تقاطع يبقى كلمة او اتحاد وكلمة معن او و يعني تقاطع هنا بقى نطالب ايه بتقول لي اذا كان احتمال بيع السلعة الف سبعة يبقى ده احتمال الف واحتمال بيع به خمسة واحتمال الف تقاطع به ثلاثة حضرتك عايز كلمة او يعني اتحاد اذا الف اتحاد به هنقول احتمال الف اتحاد به بيساوي احتمال الف زائد احتمال به ناقص احتمال الف تقاطع به هتقول لي طيب يا مستر الف بسبعة من عشر زي ما انت شايف اه والب بخمسة من عشر اه ناقص التقاطع تلاثة من عشر أرجع كده للتمرين وأقول لك جيبنا الأرقام دي منين أهي الألف كانت بكام بسبعة من عشر والبي خمسة من عشر والتقاطع تلاتة من عشر لذلك لما جيت أشتغل في التمرين بتاعي قلت له الألف بسبعة زائد البي بخمسة نقص التقاطع بتلاتة يطلع الناتج بتسعة من عشر طب ده كان إيه ألف اتحاد بي بس خد بالك كان فيه مطلوب تاني احتمال بيع السلعة بي فقط يعني أنا عايز أبيع به دون ألف أو بيع به وعدم بيع ألف خدت بالك من اللفظ اللي احنا قلناه احتمال بيع به وعدم بيع ألف كلمة ويعني تقاطع يبقى هنا أقول له به تقاطع ألف شرطة ليه؟ لأنك حضرتك قلت لي عدم بيع ألف تبقى ألف شرطة يبقى هنا احتمال بيع به فقط اللي هي به تقاطع ألف شرطة أو بطريقة سهلة وألز من كده اللي هي احتمال به فرق ألف لأنه عايز يبيع به فقط يبقى به فرق ألف أما لو قال بيع ألف فقط كانت ألف فرق به خد بالك من كلمة فقط فقط دي معناها الفرق معناها إيه؟ الفرق يبقى تعالى نشوف مع بعض تاني احتمال ألف خلصنا الاتحاد عايزين نجيب الفرق احتمال به فرق ألف بيساوي الأول ناقص التقاطر لأن خضرتك يا مستر قلت لنا ديما إن أي فرق في الحياة بيساوي الأول ناقص التقاطر مين اللي تذكر الأول في التمرين؟ قلت لي به هو عايز به فقط يعني به فرق ألف يبقى تقول له له ناقص التقاطر طيب هي البيه كانت بكام؟ بخمسة من عشرة ناقص التقاطر اللي عندي كام؟ قلت لي ثلاثة من عشرة يبقى أنا قلت لك به بخمسة والتقاطع بثلاتة يلا بالآلة علامة خمسة ناقص علامة ثلاثة بيساوي علامة اتنين خد بالك كويس موضوع الاحتمالات عايز قراءة سليمة وتعرف انت بتقرأ ايه و ايه اللي مطلوب منك و ايه اللي معطف التمرين هتبتدي تحدد علاقتك بمنتهى السهولة وتبقى التمرين معاك سهل جدا جدا وقلنا برضو عدد الاولية لما قلنا واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة عايز احتمال عدد اولي الاعداد الاولية اللي عندي اتنين وثلاثة وخمسة اتنين وثلاثة وخمسة الاعداد الفردية فيها كتير اولي اما الزوجية هو عدد واحد الاولي اللي هو الاثنين طبعا يبقى الاحتمال بتاعنا ثلاثة على ستة عندي كمان اذا كانت فيه بواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة اوجد احتمال ظهور عدد زوجي او اولي انا عايزك تبص كده كويس ويطالب ايه زوجي او اولي مصر احنا اخدناها من شو اولك لا ما اخدناهاش دي احنا اخدنا ايه زوجي واولي هتقولي تاب هو حرف الالف ده اللي هيفرق ده هيفرق كتير جدا هناك زوجي واولي اللي اخترنات اين لو تفتكروا لما قلنا العدد الوحيد في العدد الزوجية والاولية هو الزوجي واولي او العدد الوحيد الزوجي وهو بيكون اولي هو الاثنين اتمينوا احنا اخدناه من شوية الانما هنا صالب منك ايه اوجد احتمال ظهور عدد زوجي واااااااااااااااااااااااااااااا او هنا ايه او اولي عدد زوجي او اولي العدد الزوجي كل الاعداد الزوجية اللي عندي اتنين واربعة وستة فبقى الاعداد الاولية قلت لي اتنين وثلاثة وخمسة ينفع نقرر لتنين مرتين اقولك لا بناخد مرة واحدة يبقى هنا الاعداد الزوجية او الاولية هي الاتنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة يعني خدت كل الزوجي وكل الاولي عشان كلمة ايه علشان كلمة او عشان كلمة ايه او بص كده معايا كلمة ايه او هاخد كل الزوجي وكل الاولي لما هتعمل فين لو عملت شكل فين هتلاقي كل الزوجي وكل الاولي هتلاقي عندك في فنة هتعمل ايه هتعمل 3 دواير هتعمل دايرة للفردي ودايرة للزوجي ودايرة للأولي التقطع بتاعهم او تقطع الزوجي مع الأولي الاثنين اما اتحاد الزوجي مع الأولي كله معدل واحد يبقى 2 و 3 و 4 و 5 و 6 لذلك لما هنبص في التمريب مع بعض هتلاقي ان الفيه بتساوي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 قلت الزوجي اول اولي 2 و 3 و 4 و 5 و 6 يبقى الاحتمال 5 عناصر من اصل 6 يعني 83 من 100 او 5 على 6 لو عايز تكتبها في صورة كسر طيب خدنا الاحتمال والحدث عرفناهم عايز اعرف فراغ العينة ايه هو فراغ العينة؟ فراغ العينة هو جميع النواتج الممكنة اسهل تعريف لي جميع النواتج الممكنة او مجموعة النواتج الممكنة ويرمز له بالرمز فيه وطبعا عرفنا تعريف الاحتمال وتعريف الحدث قبل كده دخلنا بقى في موضوع من الموضوعات الهامة جدا 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 اللي هو التوزيع الطبيعي اللي هو التوزيع الطبيعي عندي في التوزيع الطبيعي بيقول لي اوجد احتمال صاد اكبر من صفر وقل من اتنين عايزين ندلدش كده شوية في موضوع التوزيع الطبيعي مع بعض لان ان شاء الله معنا مجموعة مسائل غاية في الاهمية ان شاء الله باذن الله باذن الله دي كلها تمارين امتحانات سابقة واتمنى ان ربنا يوفقنا وتوافق معاك في الامتحان القادم ان شاء الله يعني باذن الله باذن الله مغطين جزء كبير جدا من موضوع التوزيع الطبيعي واتمنى ان احنا نقربكم على شاشتكم دايما شريك النجاح معاكم شاشة مص التعليمي موضوع التوزيع الطبيعي انا عندي توزيع طبيعي معياري وتوزيع طبيعي غير معياري في التوزيع الطبيعي المعياري الوسط الحسابي بيساوي صفر والانحراف المعياري بيساوي واحد وبعمل منحنة بعمل ايه منحنة وبسقط من نصر منحنة عمود على نقطة الصفر هنا المنحنة ده بيقسم العمود ده بيقسم المنحنة بالتساوي قلت لي هي اصلا المساحة تحت المنحنة يعني حتى ده ممكن يجي سؤال اكمل يقول لي المساحة تحت المنحنة التوزيع الطبيعي بتساوي ايه اقول لك بتساوي واحد صحيح يبقى لما تقسم العمود هنا هتلاقي المساحة دي نص باتجاه الموجب والمساحة باتجاه السالب بنص طيب يا مستر هنا في الامتحان بيديك حاجة اسمها جدول المساحات أسفل منحنة توزيع الطبيعي الجدول ده يدي لك المساحات اللي هتدي لك في الامتحاد اللي مطلوب منك إنك تعرف تظل الصح لو رسمت الرسمة صح هتعرف تجيب المساحة من الجدول وتاخد النمرة النهائية زي التمرين اللي معنا ده بيقول لي إيه؟ اوجد أهو تمرين سهل جدا بيقول لي اوجد احتمال صاد أكبر من صفر وأقل من اتنين يبقى بيقول لي اوجد احتمال صاد أكبر من صفر وأقل من اتنين هرسم المنحنة زي ما انتا شايف اهو وبعدين هسقط عمود من نصف المنحنة اهو بنسقط العمود اهو عند الكامب الصفر طيب مديني رقم كامب التمرين أحدهما صفر والآخر اتنين الصفر رسمناه عايز هرسم اتنين طيب ممكن تبصوا عليها كويس؟ هي اتنين ولا سالة باتنين قلت لي اتنين يا مصر يبقى هرسم في الجزء الموجب يبقى لو الرقم موجب اهو اتنين موجب هنرسم فين؟ في الجزء الموجب هاجي اقوم صاقط عمود عند الكامب؟ عند الاتنين وهتظلل المساحة المحصورة بين صفر واتنين اهو يلا نظلل مع بعض اهو اهو ظللنا المساحة بين صفر واتنين هنا بقى تقول لي ايه؟ تقول لي الاحتمال بيساوي مساحة الاتنين الاحتمال بيساوي ايه؟ مساحة الاتنين هتروحوا على الجدول اللي موجود مع حضرتك في الامتحان تيجي تحت الاتنين وتاخد المساح المساحة كانت كام علامة 4772 يبقى دي المساحة المحصورة بين الصفر واثنين كان احتمالها علامة 4772 عندي كمان تمرين من التمرين الهامة جدا جدا بيقول لي اوجد احتمال صاد اكبر من سالب اتنين واصغر من او يساوي الصفر طيب حد يقول لي ده هي هي التمرين اللي فات اقول لك لو ركزت كويس هتلاقيني بمشي من السالب اتنين لحد الصفر هتلاقيني بمشي من كام من السالب اتنين لحد كام الصفر يبقى احنا كل الموضوع ان بدل ما كنا رسمين في الجانب الموجب لا احنا رسمنا في الجانب السالب لان هنا قال لي دي كام قال لي سالب اتنين قال لي كام سالب اتنين يبقى رسمتي في السالب وهظل للمساحة المحصورة بين الصفر والسالب اتنين اهي طيب كده الاحتمال بيساوي ايه حد شاطر بيقول لي ده مفيش في الجدول سالب اقولك برافو عليك دي معلومة مهمة جدا لا يوجد كشف جدول بالسالب طب ايه اقولك مش احنا عندنا المنحنة ده ملحنة متماثل يبقى الاتنين هي هي السالب اتنين في الايه في الكشف علشان كده لما هنيجي نحل هقول له برضو الاحتمال بيساوي كشف الاتنين لان ما فيش كشف بالسالب هي هي هتبقى كشف الموجب اللي هي علامة اربعة سبعة سبعة اتنين طيب عندي تمرين كمان سهل جدا 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 بيقولي ان الصاد اكبر من او يساوي السالب واحد واقل من او يساوي واحد ونص خد بالك من التملين ده كويس هقول له الصاد محصورة من السالب واحد والواحد ونص يبقى هرسم الرسمة بتاعتي هرسم الاول العمود اللي هينزل عند الصف وارسم الجزء اللي في السالب كام قلت لي سالب واحد اما الجزء اللي في الموجب واحد ونص وتظلل المسحتين خدت بالك اني بقول مسحتين ايوة مساحة من الصفر للسالب واحد ومساحة من الصفر للواحد ونص اذا محتاجة جيب مساحتين من الجدول برافو عليه هجيب مساحة الواحد لاني مافيش بحث بالسالب اللي هي علامة 34-13 ومساحة الواحد ونص علامة اربعة تلاتة تلاتة اتنين وبعدين تجمع ليه اجمع يا مستر علشان دول مساحتين يبقى نجمع المساحتين مع بعض يطلع علامة سبعة سبعة اربعة خمسة يبقى دايما لو عندك مساحتين بجمعهم عندك مساحة واحدة بطرحة وتعالا نشوف مع بعض هنعمل ايه عندي تمرين تاني بيقول لي الصاد اكبر من نص وقل من اتنين خد بالك ان انا عندي الرقمين هنا في الجزء الموجب يبقى لما هتيجي ترسم برافو عليك رسمت فين رسمت ادي السفرة وبعدين بعدت ورسمت النص وبعدين بعدت ورسمت الاتنين سمع طالب شاطر قال لي انا هزل من النص للاتنين قلت له برافو عليك تبهوا بالنسبة للصفر قال لي لا الصفر انا سايبه فاضي هو وفي مساحة بيضة فاضية هي لو شايفينها شايف المساحة البيضة دي معناها ان عايزك تطع اخصم اناقص الجزء ده يبقى هنا هتقول لي ايه لا انا مليش دعوة بقى بالجزء الفاضي ده فهنا هنعمل عملية طرح مساحة الاتنين ناقص مساحة النص اقول لك مساحة الاتنين علامة اربعة سبعة سبعة اتنين ناقص مساحة الوا النص كانت بعلامة تسعتاشر خمستاشر وانا متأكد ان اعزائي الطلبة من كتر محلينا لقوا ان فيه ارقام مشهورة والحفظت معنا يطلع علامة اتنين تمانية خمسة سبعة عايز ارجع تاني للتمرين ده واللي فات عشان نلاحظ الفرق بين التمرينين خد بالك ان هنا كان مديني المساحتين مديني الرقمين رقم سالب ورقم موجب فاضطررت ارسم في الجزء السالب واضطررت ارسم في الجزء الموجب فعملت مساحتين عشان كده جمعت لما يبقى عندك مساحتين واحدة في السالب واحدة في الموجب هنجمع يبقى عندي مساحتين واحدة في السالب واحدة في الموجب هنجمع أما عندي مساحتين بس عندي رقمين الاتنين في الموجب فعملت مساحة واحدة واضطريت إن أطرح المساحة الكبيرة من المساحة الصغيرة طيب عندي كمان بيقول الصاد أقل من سالب اتنين دي مسألة سهلة جدا 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 روح تقايله هرسم في الجزء السالب عند السالب اتنين أهيت وقومت قايل هاخد هنا يا جماعة عايزين نتعلم نظلل مع اتجاه العلامة خط بالك اتجاه العلامة كده أهو ماشي ناحية الشمال يبقى هبدأ من السالب اتنين وأظلل ولا ماشي ناحية الشمال ودايما لو المتبينة فيها رقم واحد يبقى عندي ضيف لازم يكون موجود عندي الضيف الجميل بتاعنا اللي هو النص هنا نص ناقص ولا زائد قال لي لو المساحة في ناحية واحدة هقول له ناقص عشان فيه حطة بيضة يبقى نص ناقص علامة 4772 اللي هي مساحة الاتنين يطلع علامة 0228 طيب عندي تمرين تاني شبه ده بس كان بيقول لي أكبر من الواحد ونص أقول له إذن هرسم في الجزء الموجب هرسم في الجزء الايه؟ الموجب رسمت واحد ونص في الجزء الموجب وهظلل مع اتجاه العلامة يبقى ديات واحد ونص إذن المساحة برضو نص ناقص الاحتمال اللي عندي نص ناقص مساحة الواحد ونص يطلع الناتج عشان وقت حلقتنا فيه تمرين سهل جدا جدا عشان أختم بيه حلقتنا بس لأن طلبة كتير طلبوه مننا هنقول اللي هو يه المجهولة هنقول تمرين يه المجهولة خدوا بالكم معايا كده في التمرين ده بيقول لي اوجد قيمة يه التي تحقق احتمال صاد أكبر من يه بكام؟ بعلامة صفرة عشرة سبعة عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا اتجاه العلامة ناحية ايه؟ ناحية اليمين أهو؟ شايف علامة أكبر منه؟ العلامة اللي عليها الدائرة الحامرة دي أكبر منه اللي يظهر عليها أكبر منه؟ طيب أقوم عامل ايه بقى؟ أقول له علشان أكبر منه هخلي النص ناحية اليمين هخلي دايما النص ناحية اليمين ناحية اتجاه العلامة يبقى حطيت نص ضع نص مع اتجاه العلامة خد بالك من دي كويس حطيت نص مع اتجاه الايه؟ العلامة يبقى نص نقص الاحتمال اللي عندي اهو علامة سفر واحد سفر سبعة يطلع كام؟ علامة اربعة تمانية تسعة تلاتة تبدأ دلالته ايه؟ قال لي الرقم طلع موجب يبقى هرسم في الموجب أما لو الرقم طلع سالب هرسم في السالب ما تغيرش الطريقة دي أنا بقولك ايه؟ ضع نص مع اتجاه العلامة العلامة اتجاه يمين حطيت النص فيه؟ في اليمين طلع في الاتجاه الموجب يبقى هنا هرسم في الاتجاه الموجب على طول عرفت وهظل مع اتجاه العلامة يبقى اليه في الاتجاه ده أقول له ابحث عن الرقم اللي طلع في جدول المساحات يطلع اليه بموجب اتنين وثلاث طب عندي كمان تمرين اخر حاجة بسرعة عشان نختم به اتجاه العلامة هنا ايه بقى اتجاه العلامة شمال اهو اتجاه العلامة ناحية الايه اليسار اقول له هنا لازم احط النص ناحية اليسار يبقى اخد الرقم اللي موجود ده هو هاخد الرقم هو الاول وحط النص ناحية الايه اليسار مع اتجاه العلامة يبقى النص بينزل مع اتجاه العلامة طلع معي الناتج إيه؟ سالب برفع عليك يبقى خلاص هرسم في الجزء السالب وبعدين أبحث عن الرقم دهو في الجدول يطلع سالب واحد وثلاثة طبعا مش هتلاقيه سالب في الجدول هتلاقي في الجدول كام؟ واحد علامة ثلاثة وحضرتك هتحط السالب مشكورا ودي الطريقة دي هتلاقي من نفس التمرين أهو تاني أهو هنا اتجاه العلامة ناحية اليمين أهو محاطة النص ناحية اليمين أبدأ بالنص ناحية اليمين وحط الرقم طلع سالب فهرسم يطلع في السالب كنت أتمنى أقعد معاكم وقت أكبر من كده ولكن للأسف الوقت معاكم بيمر السرعة ساعدت برؤياكم وإن شاء الله إن شاء الله نكون قدرنا نقرفكم النجاح بخطوات مع شريك النجاح دايما التلفزيون المصري وشاشة مصر التعليمية وبرنامج في بيتنا مدرسة بنشكر كل القائمين على هذا العمل الجميل كان معكم مستر فتحي عبد الكريم وزارة التربية والتعليم